طبيب الذي تلقى خبر موت أحد أقاربه مثلاً تحت وطأة الضغط المهني وفي ظل غياب بديل عنه هل يجب اعتبار ما يلحقه من ضرر للغير في الخطأ الطبي مقياساً؟ أنا نقول للمساءلة الجنائية تحديداً هل يؤخذ بعين الاعتراب الاعتبار عفواً الحالة النفسية الضغط النفسي مثلاً يمر بوضع معين سؤالكم سيدة خديجة عند المحاولة للإسقاط القانونية للسؤال والتكيف القانونية للسؤال أنا كانت حدثة على المعيار الموضوعية والمعيار الشخصية في المسؤولية هل أن المعيار اللي كانت تمديه لتحديد الخطأ هو واحد المعيار الموضوعي اللي سيكون كنا واحد درجة المثالية واحد ممارسة بياق قاومة ورشيدة في كافة الظروف وكافة الأحوال وأنه واحد معيار الشخصي اللي يختلف حسب زمان وحسب مكان وحسب كذلك الظروف المحيطة هل تلك الظروف مفيدة أو مساعدة أنها تقوم بواحد إجراءة العملية الطبية مثلاً أو عملية جراحية في واحد الظروف اللي هي إيجابية هل ذلك الطبيب في واحد الوضعية نفسية وفي واحد الوضعية الصحية اللي كتخله وكتخوله أنه يقوم بوحد عملية جراحية للوضع لشكل أمثل من عدمه هنا التوجه في الغالب الأعام يمشي نحو الاتبار المعيار الموضوعي مش المعيار الشخصي أنه ما تقدرش في كل حالة قد تشوف المعيار الشخصي لكل طبيب معين واش كان عنده ضرف ستنائي واش كان ديك الساعة مريض أو ديك الساعة صحية أو لواش كان فعلا وفاة واش ديك القارب قريب منه جدا بالتالي هنا يقوم حل المعيار الموضوعي عندما نتحدث على المعيار الموضوعي في المسؤولية المدنية ما يعنيش هذا أنه كترتب على ديك الخطأ واشل المسؤولية الجنائية على اعتبار المسؤولية الجنائية ستكون عندها أركان ديلا وسيكون كينا واحد الخطأ جنائي وكينا واحد جريمة مرتكب ديلاها هنا في الغالب الأعام كانت حدثت على في حالة وجود خطأ على واحد الخطأ اللي عنده طبيعة مدنية واللي كترتب عليه التعويض لفائدة الضحية أو كترتب عليه كذلك دعوة المسؤولية التأيديبية بحالة ما إذا قام الضبط قام الجهات المختصة بالضبط اللي هي المجال السجي هوية بأنها طبطت في عملية تفتيش مثلا معطيات معينة أدات إلى ترتيب مسؤولية التأيديبية أو أنها تتارت مسؤولية التأيديبية بمقتضى شيكاية من طرف شخص متضرع غانا عندما نتحدث عن التعويض يجب كذلك الإشارة أن في القانون الجديد الـ 111-133-13 المتعدد بمزاولات من الطب ألذم القانون للطبيب اللي كي مارس بوحال شكل فرضي في إطالة لعيادة الفرضية أو أن اللي كي مارس كذلك في إطالة لعيادة المشتركة يعني يكون رجل الأطباء أو الهدي أو كذلك الممارسة بالطبية في إطالة المصحة أنها تكون كلها عندها تأمين صحي على المسؤولية المدينية المهنية يخصون كي هنا واحد لسيونس ديال الطبيب هنا متى كان واحد دعوه موجه للطبيب ولكن الطبيب يكون عنده الحق هنا في إدخال شركة تأمين مقتضى واحد العقل التأمين يكون مكتوب لكي لبوليص التأمين لأنه مغطي لتاريخ مثلا تلك الحادثة اللي كتولنا قدرنا كل طبية من فترة كذا إلى كذا تلك التأمين كذلك تدخل بيش تجاوب وكذلك تير دفوع اللي ممكن أنها ترنحي القانونية بالتالي هنا المسألة للتأمين وجوبية التأمين إضافة واحد ضمانة ضحايا تمام كذلك كذلك فضل النقطة حتى كنا عقوبة مالية في حالة العدم من امتزام بالتأمين كنا غير ما من 10 درهم إلى 20 درهم في موجات والطبيب قام بعدم التأمين على المشكلين